اشتركوا في القناة يجب أن يكون هناك مزيد من الاهتمام بالإعداد يجب أن نستشعر قيمة المال الخير الذي ننفق على القناة يجب أن نعمل في مناطق الفراغ ونترك التزاعم في مكان الازدحام نحتم بالإعلام الجديد وهذا قضية مهمة جدا نحن مفرطون كانت القنوات الهادة قفزة ممتازة لكن الناس اليوم راحوا إلى إعلام الجديد يجب أن نقفز معهم وإذن نغرد لوحدنا واحد يسمعنا لابد من وجود جهة مثل ما ذكر أبو عبد الرحمن سابقا في أكثر من مرة معي وجود جهة معنية بتقييم أداء القنوات الهادفة وبناء عليها صدار أحكامها على القنوات هذه الأحكام هي التي تخللنا سيتابعون عشان كده قلت للرابط أنا أنت تتدخلوا وتتأثروا طيب أبو عبد الرحمن إيش حاب تقول آخر شيء هل القنوات حتشوفها تكمل وتطلع ولا إيش الوضع بالضبط عندها أسلحة ولا ما عندها لا نقدر الآن إلا أن نتمنى فعلا أنها فعلا تستمر لأنها تصد ثغرة وكلام أبو ساعد النقطة مهمة ذكرها في الاندماج هذه عملية في غاية الأهمية كلنا آمال في هذا يا رب أترى الاندماج مو بعيب يعني في شركات ضخمة جدا اندمجت مع بعض شركات نفطية وشركات إعلامية فالاندماج لا يشكل مشكلة إذا تغاضينا عن حقوق النفس حضو النفس شكرا